موسيقى نشرة التاسعة من قناة يمن شباب أهلا بكم ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير والبداية من مأرب حيث تمكن الجيش الوطني من تحقيق تقدم ملحوظ عقب مواجهات عنيفة شهدتها جبهة سرواح غرب المحافظة قال مصدر عسكري اليمن شباب إن معارك ضار يندلعت فجر اليوم في ميمنة وقلب الجبهة وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني وتمكنت قوات الجيش الوطني قبل يومين من فرض سيطرتها على ميسرة جبهة سرواح وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية واصل العشرات من المجندين اليمنيين تظاهراتهم الاحتجاجية لمطالبة الحكومة اليمنية بإخراجهم من جبهة القتال في الصعودية أطلب المحتجون من اللواء الواجب والسادس والسابع في جيزان طلبوا في فيديو وزع على وسائل الإعلام للمطالبة بترحيلهم وإخراجهم من مبنى تحتجزهم والسلطات السعودية فيه أطلب المجندون الحكومة اليمنية بسرعة التدخل العاجل لدى القوات السعودية لترحيلهم احتفلت الشرطة العسكرية بتاعز صباح اليوم باختتام دورة تدريبية تخرج فيها عدد خمسين جنديا بحضور عدد من القادة العسكريين في المحافظة قال قائد الشرطة العسكرية بتاعز العميد محمد الخولاني لقناة يامن شباب إن هذه الدورة تأتي في سياق تأهيل وتدريب أفراد الشرطة العسكرية يكون عملهم احترافيا وروعيا في جبهة القتال وفي المهام الأمنية بداخل المحافظة طبعا في سياق تأهيل وتدريب أفراد الشرطة ومنتصب الشرطة العسكرية بالكامل هذه دفعة أولى ودورة أولى يعني خمسين خريك تخرج من هذه الدورة الأولى ولدينا بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله ستبدأ الدورة الثانية وهكذا نقوم بعمل دورات فصلية ودورات بشكل دوري حتى نؤهل جميع أفراد الشرطة العسكرية ويكون عملهم عمل احترافي نوعي في جبهة القتال وفي الجانب الأمني داخل المحافظة إن شاء الله انطلقت تعصر اليوم الخميس الحملة الإلكترونية للتضامن مع ضحايا جراء من اغتيالات عموما أو من بينهم كيادات ومنتسبوا التجمع اليمني للإصلاح في المحافظات الشمالية والجنوبية الذين سقطوا خلال السنوات الست الماضية من قبل جماعة الإرهاب وشارك في الحملة سياسيون وصحفيون وناشطون إعلاميون تحت وسم إصلاحيون اغتالهم الإرهاب للتنديد بجراء من اغتيالات التي ارتكبتها جماعات الإرهاب من ميليشيا الحوثي الإقلابية أو الجماعات المتطرفة أو المرتزقة أو الممولة من قبل دول أو دول وجهات خارجية وتتزامن الحملة مع الذكرى الرابعة لإغتيال السياسي والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار الشهيد حسن العيري الذي اغتالته أياد الغدر والإجرام الحوثية أمام منزله في مدينة ذمار في الثالث والعشرين من إبريل للعام الفين وستة عشر هذا وطلب تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كتل الأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والصحة طلبهم بتوجيه الاستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين من السلال الغذائية ورفع القمامة والقيام بالرش الضبابي وتعقيم المخيمات وذلك لتراكم مياه الأمطار داخل المخيمات والتي تعد سببا رئيسا في انتشار الأمراض كما طلب التقرير من صندوق النظافة توفير براميل قمامة والقيام بحملة نظافة شاملة لكل المخيمات على غير العادة شهدت العاصمة المؤقتة عدن أمطارا غزيرة وسيولا غمرت مئات المنازل غابت الدولة والانتقال بسبب الصراع وخرج الناس والأطفال لمواجهة الكارثة استيقظوا على كارثة سيول غير متوقعة في عدن داهمت منازلهم في غياب الجميع لا سلطة محلية هنا ولا جهات معنية ممن بسطوا نفوذهم على الأرض من ميليشي الانتقالي الإماراتي دون أدنى مسؤولية تذكر غمرت مياه الأمطار مئات المنازل في العاصمة المؤقتة عدن مناطق مثل الخساف صارت بحيرة من الوحل تسببت السيول في تدمير 75 منزلا تدميرا جزئيا كما توفي ثمانية أشخاص من سكان مديريات الصيرة والتواهي والعريش وإصابة أربعة آخرين من سكان حي الشيخ عثمان غابت الدولة هنا بسبب ميليشي الانتقالي الإماراتي الرافض لعودة الحكومة وحضر الناس بما فيهم الأطفال للتخفيف من وطأة الكارثة التي غمرت منازلهم وحرمتهم من المأوى فيما قيادات ميليشي الانتقالي اكتفت بالتغريدات عبر تويتر متجاهلة معاناة السكان باعتبارها سلطة الأمر الواقع مصدر حكومي قال إن الحصيلة الأولية للأضرار المادية التي خلفتها السيول تمثلت في انهيار عشرات المنازل قوات الدفاع المدني والأمن في بعض المديريات شرعت في إعادة فتح الشوارع ومساعدة المتضررين لكنها غابت عن مديريات ومناطق أخرى عشوائية آثار الكارثة في أنحاء متفرقة جراء استمراره طول أمطار غزيرة لساعات منذ فجر الثلاثاء الماضي السيول المتدفقة اجتاحت المدينة وتسببت بأضرار ودمار بالبنية التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين ومحلاتهم التجارية وممتلكاتهم وزارة الكهرباء أعلنت خروج منظومة عن الخدمة جراء تعرض خطوط النقل ومحطات التوليد الفرعية والتحولية لأضرار كبيرة كشفت كارثة السيور في عدن شاشة الجهات المعنية وسلطات الأمر الواقع لكنها أظهرت معدن الناس البسطاء والشبان الذين سارعوا للتخفيف من آثار الكارثة بأبسط ما توفر لهم من أدوات عززت وزارة المالية في الحكومة اليمنية حساب محافظة عدن لدى البنك المركزي بمبلغ مليار ريال لمعالجة الأضرار الناجمة عن أثار المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من مديريات المحافظة وخلف أضرارا جسيمة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة أسرعت وزارة المالية بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ فور تلقيها التوجيهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتوفير المبلغ بصورة عاجلة واعتماده ضمن الموازنات المخصصة لمعالجة أضرار السيول وتبعات المنخفض الجوي الذي ضرب أجزاء كبيرة في محافظة عدن وجاءت تعزيز المالي الجديد إضافة إلى مبلغ مليار ريال سابق أودع في حساب السلطة المحلية مطلع شهر إبريل لتمكينها من مواجهة تبعات كارثة السيول دعا الاتلاف الوطني الجنوبي إلى تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير ونزع فتير العنف المحتمل وحشد كافة الحلول السلمية التي توحد الجميع لإنهاء معاناة أبناء عدن وتقديم الخدمة عبر الاتلاف عن أسفه لمآلة ريال أوضاع في عدن والتي حالت دون قيام الدولة بواجبها إذا ما خلفته السيول من معاناة ومآسي لحقت بالكثيرين من سكان المدينة وأشار إلى أن حالة الفوضى والإهمال التي شهدت عدن خلال الفترة الماضية فقمت المعاناة التي يعيش السكان بسبب غياب الدولة وقال الاتلاف في بين الله أن الدعوة لإغاثة أهاليها خطوة غير كافية إذ لم يتبعها خطوات عملية داعيا لاستثمار رعاية ودعم السعودية للاتفاق ومساعيهم الدأوبة والمكثفة لإنجاح الاتفاق بما يؤدي في المجمل إلى تسريع خطوات استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تعاود الأطمع الإماراتية زعزعة الأوضاع في الجنوب والعمل من أجل التصعيد في مواجهة الشرعية والمملكة العربية السعودية المزيد في التقرير التالي رسائل ابتزاز إماراتية وضربات جديدة من تحت الحزام توجهها الإمارات للسعودية بلغت دروتها مؤخرا من خلال الدفع بالمجلس الانتقالي للتصعيد وإفشال محاولات الرياض لتنفيذ الاتفاق في عدن رسائل ظهرت بالقدر نفسه من إخلاص الإمارات ورغبتها في التخادم مع إيران رسائل التطمين التي توجهها للحوتيين ضمن رحلة العودة الإماراتية للحضن الإيراني فخلال الآوينة الأخيرة رامت أبو ضبي بحزمة من أوراق الضغط والابتزاز أمام السعودية في اليمن بلغت قبل أيام حد اندلاع اشتباكات بين قوات سعودية وإماراتية وهو أول اشتباك مسلح داخل علاقة الصراع الصامت بين الدولتين الإمارات عقب ذلك استخدمت المجلس الانتقالي ساعيا للبريد وأوعزت إليه ببعث رسالة إلى الأمم المتحدة وسفراء الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن تتضمن تحذيرا من حدوث حرب وشيكة في عدن ورغم أن السعودية هي المعني بتنفيذ اتفاق الرياض باعتبارها الطرف الراعي والضامن إلا أن حليفتها الإمارات تعمدت دفع الانتقالي لتقاوزها والتقليل من دورها وتأثيرها عبر مخاطبة الأمم المتحدة بشكل مباشر الرسالة وما رافقها من تصعيد على الأرض في أبيان وعدن اعتبرها البعض ابتزازا إماراتيا جديدا وتلويحا بعدم أهلية السعودية كراعي لاتفاق الرياضة ولم تكن تلك الرسالة منفصلة عن أجندة الترتيب لزيارة عيد روس الزبيدي إلى روسيا قبل أسابيع ملوحة بفتح المجال أمام موسكو في ظل صراعها النفطي مع الرياضة ثمت أوراق أخرى باتت تستخدمها الإمارات وأخطرها التخادم غير المباشر مع إيران شمالا وترجمت ذلك على الأرض من خلال توفير الغطاء السياسي والإعلامي لتصعيد الحوتيين في الجوفة ما بين الرسائل الابتزاز الإماراتية للسعودية ومساعي عرقلة جهودها الرامية لتنفيذ اتفاق الرياضة وتفكيخ الألغام السياسية والأمنية التي زرعتها أبوظبي في عدن يبقى السؤال عن خيارات السعودية وهل ستخضع الابتزاز الإماراتي والتهرب نحو ممارسة ضغوط على الشرعية أم ستتجه نحو إجراءة فرض تنفيذ اتفاق الرياضة وتجريد الإمارات من أوراقها في عدن هذا كل ما لدينا حتى اللحظة شكركم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة